السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة وهذه حلقة جديدة من حلقات النطق الصحيح للقرآن الكريم واليوم الصفحة رقم 131 سورة الأنعام ولازلت مع حضراتكم في الجزء السابع من القرآن أعود بالله من الشيطان الرجيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل اللام ساكنة تتجلص صفات الحروف الساكنة بينية اللام ليش؟ لمن أحرف التوسط لين عمر بل ب بل ب لازم أروح أنا إلى مخرج اللام اللساني وأجيب البينية ما أنه بل بدا لا بل بدا بهذه بدا ألف ساكن قبل هذا المفتوح ما الطبيعي حركتين له له مراققة لا تكبر قطرة التكوير حتى لا تتفخم عندك ها هي هو له لهم ما كانوا ميم لهم مع ميم ما كانوا راح يكون عندي إضغام متماثلين صير ميم مشددة انظر لي كيف رسمت الشد على ميم ما كانوا من غير كز ما أنا أشوه الصوت لهم لا لهم لا أتم الضم له لهم ما كانوا ما ألف ساكن قبلها يعني بل بدا لهم الذي كانوا يخفون من قبل ها أنت لا تقول ما كانوا يخفون ما كانوا يخفون ما كانوا يخفون هكذا ما آلف ساكن قبلها ميم ما فتوح ما الطبيعي حركتين ك آلف ساكن قبلها ميم ملف طبيعة حركتين واوي ساكن من قبلها نوم مضموم حركتين يعني بدود إما قول حركتين ما طبيع حركتين 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 ما كانو ما كانو لا تقولي ما كانو تشوف الصوت الش俊ون يختلف تقليل بالألفات وابتسم بالشفاء أسحب اللسان للخلف وأجعل اللسان مفترش الشكل المنبسط فاصل عندي اللسان مرتاح هكذا نو نضم الشفاء فيها يخفون الياء مراققة مضممة الخاء مفخمة من أحرف الاستعلاء مفخمة مرتبة رابعة مرتبة الساكن لكنه لا أسحب ضمة الياء إلى الخاء وأقول يخ لا يخفون والخاء فيها الخطأ الشخير يخفون هذا خفف من هذا يخفو هكذا وأنا أجيب التفخيم المرتبة الرابعة فون وفخم الفا لمجاورتها للخاف فننتبه فون ومع ضم الشفاء فيها وهو ساكنة بعدها من طبيع حركتين من قبل كسرت الميم منين جبت المرتبة الثانية يا دريد جبتها من تفخيم القاف مرتبة ثانية مفتوحة فإذا التفخيم الغناء نفس مرتبة القاف من ق من ق من قبل ولا أقول من قبل رققت الغناء فخمت القاف أو أقول من قبل فخمت الغناء ورققت القاف لازم تفخم الغناء والقاف في نفس المرتبة ق ق قبل هكذا والباق في قبل مقلقة لقلقة لصغرى في وسط الكلام ما أمسك المخرج قبل غلط قبل 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 وأعطي البينية لللام لما أقف عليها وأيضا أنوه لا تكور الشفاء في القاف من قبل ق انتبه انظر إلى المرآة وصف الحروف الله تعالى يرضى عنكم لأنه هي هذه الغاية من هذه الدروس صلة تفيد أن الوصل أولا مع جواز الوقف هنا والآن المقطع الثاني من الآية رح نقرأ بنفس واحد ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو وولين تنتبه لي وتركز لي عليها ما ترجع وقول ولو ردوا لا ولو ردوا بليونة وسلاسة ردوا الراء مفخمة لأنها مضمومة الدال شديدة قوية مجهورة والدال الساكنة انحصرت ما بين ضمتين ضمت الراء قبلها والدال الثانية فأنت تقول ردوا طيب وين الدال الساكن ردوا أنت دمرت الدال الساكنة إذا ارجع ضم القاعدة ردوا 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 بهذه الطريقة يجب أن تقرأها الله تعالى يرضى عنكم أدنا واو ساكنة قبلها دال مضمومة ما الطبيعة حركتين لا عادوا دائما لا تركز على تقليل لا تلف لا عادوا لما غلط لا عادوا هكذا بهذه الطريقة صف الألف الله يبارك فيكم بعد بين الفكين وخلي الصوت يطلع الشكل ضارب سقف الحنك وطالع لي برا لا عادوا ألف ساكن قبلها عين مفتوح ما الطبيعة حركتين واو ساكنة قبلها دال مضموم ما الطبيعة حركتين لا عادوا لما كسرت اللام لي لما ألف ساكن قبلها مين مفتوح ما الطبيعة حركتين نوه نضم الشفاه كله مضموم فلن يتم إلا بضم الشافتين ضم نوه شوف واو ساكنة قبلها مضمومة أيضا ما الطبيعة حركتين نون مع الها نون ساكنة مع الها إظهار أحكام النون الساكنة أحبة الأكارم أربعة الإظهار حروفها ستة أخيها كعلمان حاز وغيره خاسر أول حرف من كل كلمة من هذا البيت والتي هي الهمزة والها والعين والحا والغين والخا والإدغام حروفها ستة أيضا إذن ستة إظهار ستة إدغام يرملون هذه يرملون ينمو إدغام بغنى لامرأ إدغام بغير غنى خلصة الإقلاب بأ حرف بأ وحيد فقط أما باقي الحروف أحفظ للباقي يرملون أخيها كعلمان حاز وغيره خاسرين الباقي حروف الإخفة سهلة بسيطة جدا الله تعالى يرضى عنكم عنه وأعطيها نون المظهرة لازم أجيب من نون المظهرة كاملة ما أنه عنه أخطف خطف عنه وإن هو شوف كم في ضمية الألها وضم الشفاء لا تختلص الضمة عنه وإن وإن إن كسر الهمزة هذه البعض يختلصها خاصة إذا جاء بعدها نون مشددة أو نون فيها مثلا بعدها حكم إقلاب أو عفوا إخفاء أو إدغام أو ما شابه فأنت تقول وإن 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 غلط أو تقول وإن هذا مطيتها لا نختلص ولا نمط وإن وإي وإن 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 المشدد الغنة كما تكون تأخذ بالتلقي والمشافة اسمع وإن لا تقول لي وإن لا كاذبون لا تميل الألف هكذا غلط لا كاذبون هكذا ألف ساكن قبلها كاف مفتوح ما الطبيع حركتين كسر ذال ذي ذي ذيبو ما تقول لي ذيبو بو دائما عندنا البعض والواو هكذا البعض يفخمها ليش ما أدري لا كاذبون ولا تسحب ضمة الواو والباء المضمومة لإلى النون وتقف بالنون هنا هي ساكنة بضم الشفاه تقول لكاذبون غلط إذن لازم أخلص النون من أن تضم يعني تضم الشفاه وأسمع النون مظهرة لكاذبون لاحظتم؟ هذا هو التخليص الله تعالى يرضى عنكم والآن ناخذ الآية 29 ونقراها بنفس واحد وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين سهلة وقصيرة يعني ممكن أن تقرأها بنفس واحد وأنت مرتاح وقالوا الواو مرقق القاف مفخمة قاف مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف فما ممكن أن نتفخم الواو وتقول وقالوا لا و و وقالوا ولا تكور الشفاه في القاف تقول وقالوا غلط إذن وقالوا هكذا الألف تفخم تبعا للقاف والألف ساكنة قبلها قاف مفتوح ما الطبيعة حركتين هذه كلنا لازم تعتني بيها هاي الأمور بس احنا قلقنا وقاء هاي كل الحكة اللي حكيته بس في وقاء بعدين لو مرققة بعدين عندك حرف المد الواو جاء بعدها همزة إن إذن كان مدا طبيعيا فتحول بسبب الهمزة إن إلى مد جائز منفصل يمد حركتين من الطيبة واربعة خمسة من أشياء طبيعة الطيبة قصر المنفصل وقالوا إن أشياء طبيعة وقالوا إن ودربالك تسوي لغنى في الواو تقول وقالوا ما لها علاقة بالغنى فالله يرضى عنكم صف الحروف من أنه تصير فيها هنى من الخيشوم لو أضم الشفاء جيدا إلى الأمام أضع رأس اللسان في المنطقة اللحمية أسفل الثناية السفلة أتخيل هذا الكلام اللي عم بقوله أنت عا تسويين ميكانيكيات وارفع أقصى اللسان أقفل فتحتين الأنف وأقرأها حتى لا تطلع معايا غنى وقالوا إن هي كسرة الهمزة إن نون ساكنة معا الها هي رح يكون إظهار حكيناها ما هي حروف الإظهار ستة همزة وها عينو حا غينو خا إن هي أسمع النون المظهرة إن هي إلا هي إلا كسرة الهمزة من إلا إلا مش إلا إلا دربالكم لا تختلصوا الكسرات اللام مشددة لا أطيل جريان الصوت فيها لا أمسكها إلا غلط إلا غلط إلا بس إلا ألف ما يقول إلا حياتنا الدنيا وما غلط ليش غلط تقليل الألفات لا تقلل إياها الله يرضى عنكم لا سوي الإيمال بالألف إلا حياتنا الدنيا وما اسمع الألفات ألف ساكن قبلها لام مفتوح لام المشددة طبعا لام الثانية مفتوح ما الطبيعة حركتين حياتنا ألف ساكن قبلها يا مفتوح ما الطبيعة حركتين تو تونا شوف هذه تو نضم الشفاف فيها وفيها ما الطبيعي لكنه رح نحذف هذا الألف منع الالتقاء الساكنين مع لام الدنيا فصير حياتنا ند ند شوف وين الاتقال انتقال من النون إلى الدال لأن لديها همزة وصل ولا من الدنيا شمسية لأن بعدها حرف مشدد الدال مشدد فرأس انتقل ند ند شديد مجهور الدال ند حياتنا الدنيا هكذا الله تعالي يرضى عنكم ليش حدفنا احنا هذا المدى الطبيعي هو الألف منعا لالتقاء الساكنين الدنيا كما تلاحظون أنه النون الساكن بعدها هل هناك إدغام في كلمة واحدة لا يوجد إدغام في كلمة واحدة يوجد إظهار في كلمة واحدة وكلمتين يوجد إقلاب في كلمة واحدة وكلمتين يوجد إخفاء في كلمة واحدة وكلمتين الإدغام لا يكون إلا في كلمتين فننتبه بارك الله فيكم وهنا إن تحقق هذا الشيء الذي هو النون الساكنة بعدها لا ندغمها بل نظهرها إظهار مطلق لأنه راح أنا يتغير عندي معنى الكلمة إذا قلت الدنيا دنيا فانتبهوا الدنيا الدنيا ألف ساكن قبلها يا مفتوح ما الطبيعة حركتين وما نحن وألف ساكن قبلها مين مفتوح ما الطبيعة حركتين راح نجي على الحاء الساكنة دائما أقول لكم الحاء اللساكنة رقيقة لطيفة نحن لا نحن نحن مو نحن لا تشحط للحاء لا تشحط الحاء لا تطلع بحها وشحط بالحاء وما نحن نو هذه مضموما ضم الشفاء ما تأكل لياها الضمة ما تختلص لياها بي البي الإنجليزي أي بي سي البي المكسور العربي نفس صوت البي الإنجليزي بي بي مابعو بي مابعو شوف الباء المقلقلة اللي صار في الوسط هذا الكلمة القلقلة الصغرى رأسم أضرب المخرج وأهرب بي مابعو بي مابعو هكذا ما أقول بي مابعو بي مابعوثين لا تقف على المخرج بالقلقلة في حروف قطب جد فتمسك المخرج بل هو الأصل للإضطراف في المخرج أي تضرب المخرج وتهرب بي مابعو شوف العميقة العين ونضم الشفاء فيها وهو ساكنة بعدها من طبيع حركتين ثين وأقف طبعا هذه بالمد العرض للسكون نون ساكنة مظهرة وست حركات من غير أن أجعل غنى في الياء ثين غلط ثين أخفض الفك السفلي ثين ما في غنى ونون واضحة ومظهرة عندك الآية ثلاثين يا إخواني وأخواتي شوف كلمة ربهم جيم جواز الأخ يعني واحدة ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست كلمات وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقُّ أيضا جيم جواز الوقف قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا أيضا جيم جواز الوقف بعدين قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قرأتها من الآية كلها وشوف شون الله تعالى يرضى عنكم أنه لا أصيح ولا أصرخوا بهدوء تام وعند الجيم أقف وأخر نفس جديد وبعدين بالحق أقف وأخر نفس جديد بعدين وَرَبِّنَا قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا أَقَفُوا وأخر نفس جديد وبعدين أكمل قال فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ لا تستعجلوا لا ترتبك ولا تتوتر وخليكم سيطر على نفسك على القراءة على الحروف على المخارج دائما راكزي على وَرَبِّنَا ما هي ساكنة قبلها مفتوحة؟ وَلَوْتَ شوف ليونة سلاسة وَلَوْتَرَى وَلَوْتَرَى لا وَلَوْتَرَى بهذه الطريقة تَرَى تَمُرَقَقَرَى مُفَخَمَة ليش الرَّى مُفَخَمَة؟ لأنها مفتوحة والألف بعدها تفخم تبعا للر تَرَى بعدين عندك أنت هذا مد جائز منفصل حرف المد لأنه ألف ساكن قبلها وراء مفتوح مد طبيعي جاء بعدها همزة إذ تحول إلى مد جائز منفصل يومد حركتين من طريق الطيبة أربعة خمسة من طريق الشاطبية وَلَوْتَرَى إذ شاطبية وَلَوْتَرَى إذ القصر المنفصل طيبة حركتين وحضح وتفخم لي إياها وما تقولي تورو تورو لا تكوّر شفاه هي را 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 تا را تا را تا را إذ والآن عندي مشكلة الإذ عند الكثير من عدكم يختلصت الكسرة ما الهمزة؟ إذ إذ يابا قول إذ إذ إي إذ إي إذ إذ وعندي مشكلة ثانية الذال أنه يقلق لها إذ ووقيف إذ لا تقلق لذال قطب وجد حروف القلق لذال بها رخاوة يعني إذ آه بعد أنا أريد تتدربون أبد ولا تخافوا يعني أحنا كلتنا كنا ما نعرف القراءة والله كلنا ما نعرف القراءة ولا نعرف المخارج ولا الصفات لكنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى لأننا نحب القرآن ونحب أن نقرأ القرآن كما أنزل على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكما قرأه هو صلى الله عليه وآله وسلم على صحابته نديا طريا غضا جميلا هكذا بالتغني الجميل هذا بأن نأتي بالغنان والمدود ولا نلحن فيه ولا مقامات ولا يحزنون حقيقة زين فالله يرضى عنكم أعطوا الحروف حقها إذ 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 وقيفوا شوفوا الواو المضمومة شوية صعبة دائما عندك الياء المكسورة ي وو مضمومة هذه نركز عليها و يعني فوق ما هي وو ومضمومة فلا شو الأشياء سوي وقيفوا وقيفوا ألقافوا مفاخمة مرتبة أخيرة خامسة لأنها مكسورة ف هذه رح يكون عندي مضمومة شفاء وو ساكنة بعدها ما الطبيعة حركتين على هذه أيضا ما الطبيعي ألف ساكن قبلها لا مفتوح لازم ننتبه على على دائما اقرعوا الر الله يرضى عنكم ولا تفعل لي أي شيء بالتكوير بالشفاء هي را مفتوحة مفخمة ما تقول لي على ربهم انظروا دائما إلى المرآة وكيف تقرؤوها حتى تصفون را يعني أقول لكم دائما أسحوها على را حتى لا تقول على را زين أو أنه القلم اليوم ما عندي قلم هنا حتى تخلي القلم هكذا أو خلي إصبعك هكذا السبابة على را على ربهم شوف ما أقول على را على را فانتبهوا بارك الله فيكم الباء شديد مجهور يعني قوي الحرف الباء ما أقول ربيهم بي بي لا تسوي مثل حرف البي الانجليزي الذي فيه هواء الباء ما فيه هواء فحثه شخص سكت هذه الهواء ربي كسرت الباء الثاني هي كسرت الهواء ميم مظهرة في الوقف والوصل ربهم قال هذا في الوصل ربهم هكذا نسمع الميم لأن الميم فيها مخرجين شفاوا يخيشون مي أصبر أجيب المخرجين وانطياحقها للميم الحلوة الله تعالي يرضى عنكم قال هذه أقاف ساكنة قبل بعدها حرف بعدها حرف الألف مفخمة مرتبة أولى قال قال مو قال انتبهوا الله يرضى عنكم ركزولي وتفخم الألف تبعا للقاف ألف ساكن قبلها قاف مفتوح ما الطبيعة حركتين لا لا مفخمة قال لا قال أليس يا أولين مثل ما قلنا ولو هذه أولين أليس هذا بالحق تعالي تخيلوا أنه يعني من يتكلم أليس هذا بالحق لا أليس هذا بليونة وسلاسة هذا ألف ساكن قبلها مفتوح ما الطبيعة حركتين ذا مفتوح بعدها ألف ساكن ما الطبيعة حركتين هذا بي كسرة البا وكأنه صوت البيل انجليزي بي بي الحق وأقف على قاف ساكنة مقلقلة قلقلة كبرى في آخر الكلام القاف الثانية لأنه مشددة وعندك الحا قبلها الحا بي الحا البعض يقول بي الحق فدائما تذكر حا حلال والغي القاف فقول بلح بلح حلال بلح 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 ق هتلاقوا بلحق واللام قمرية ليش لأنجا بعدها حرف متحرك الحا مفتوح ابغي حجك وخف عقيمه حجك حا فبينا القمرية ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها الصوت ففترة زمنية بسيطة لدينا من أحرف التوسط للعمر بلح بلح ق هكذا ولاقوا بلح ق وطلع همزة وتكور بالشفاء لا اسمع بلح بلح وعطيها تفخيم مرتبة رابعة دير بالك تقلق القاف وطا بدون تفخيم لازم تجيب تفخيم مرتبة رابعة قالوا قالوا قاف ساكنة قاف مفتوحة بعدها ألف مفخمة مرتبة أولى وتفخم الألف تبعا للقاف والألف ساكن قبلها قاف مفتوح ما الطبيعة حركتين من غير تكوير للشفاء قالوا 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 ساكنة قبلها لا مضمون ما الطبيعة حركتين بلا ألف ساكن قبلها لم مفتوح ما الطبيعة حركتين وارا ومراقق رام فخمة فما تقول لي وارا لا و و و وارا ولا تكوير الشفاء وارا لا وارا وربين اكسر الباء جيدا مشددا بالكسر وقوية الباء ونقف ما الطبيعي وربين بينا كسرة الباء انتبه وما الطبيعي حركتين ألف ساكن قبلها نوم مفتوح وربين قال قاف مفتوح بعدها ألف مفخم مرتبة أولى ولا تكوير الشفاء قال مو قول زين وتفخم الألف تبعا للقاف والألف ساكن قبلها قاف مفتوح ما الطبيعي حركتين لا قال فذوقوا فذوقوا شوف لازم أنا أخلص المرقق من أن يفخم ما أقول فذوقوا لا فذوقوا فذوقوا من ذال أنا ضميت الشفاء فذوقوا فذوقوا وأعطي الحرف في القاف تفخيم مرتبة ثالثة وهنا واو ساكن قبلها ذا المضموم واو ساكن قبلها قاف مضموم مدود طبيعي حركتين حركتين فذوقوا لكنه رح نحذف الواو هذه منعا لالتقاء الساكنين مع علامة العذاب فالصير كأنه قاف مضموم بعدين لام العذاب القمرية ليش قمرية لأن بعدها عين متحرك مفتوح فقط وليس مشدد أبغي حجك وخف عقيمه عين عقيمه فالصير فذوقوا القل ما صارت فذوقوا العذاب غلط زين فذوقوا العذاب واللام القمرية جري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأن من أحرف التوسطة للعمر وانتقلت من القاف المضمومة إلى لام العذاب لأن دي همزة وصل فذوقوا ولا تقول فذوقوا لا تنتق لام العذاب مضمومة الشفاء جايب لي ضمت القاف هكذا أنتوا شوفوا وانظروا إلى المرآة أنتوا راح تضمون اللام ولا لا لام ساكنة هذه فإذا فذوقوا العذاب العذاب اسمع فذوقوا العذاب بما كنتم هكذا عن الف ساكن قبلها ذا المفتوح من الطبيعة حركتين بما كسرت الباء وعندي الف ساكن قبلها من مفتوح من الطبيعة حركتين كنتم هذه دائما تأتينا في القرآن من يعني لا تكاد صفحة تخلو منها تقريبا فهذه لازم نركز عليها أنه نقول كنتم كنتم غلط انتبهوا كنتم 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 حتى أضم أرجع أضم وأصف الغنى النون مع التاء أذهب لما خرج التاء ما أنا أقول كنتم كنتم لا كنتم نضم الشفاة فيها ميم مظهرة كنتم تا لازم تسمع ميم المظهرة تك تك الكافل الساكنة مهموس هامس هذا مبالغ في الهمس باللطفي في النطقي بلا تعسفي اثنين تقلق لها تكفرون وهذا غلط ليست من حروف القلق فإذا تك شدوا وبعدين همس لطيف تكفروا تكفو الفاء مراققة الرأو مفخمة لأم مضمومة فالبعض يقرأ تكفورون فو لا تفخم الفاء الله تعالى يرضى عنكم فاء مراققة فلا تفخم المراقق لمجاورتي للمفخم والرأ نقرأها تكفروا رو 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 تكفرون لا تجعل غنى في الواو تكفروا غلط إذن تكفرون ما فيها غنى وأسمع نور مظهرة كيف أنا خلصت من الغنى أضم الشفاء إلى الأمام جيدا رأس اللسان في المنطقة هذا رأس اللسان في المنطقة اللحمية أسفل الثنايا السفلة أرفع أقصى اللسان وأقفل فتحتين الأنف وأسمح تكفرون ولا أقولون لا تسحب ضمة الواو إلى النون وتنطق النون اللي راح تسكم بسبب المد العارض للسكون وانت ضام الشفاء فيها صاف فيها تكفرون هكذا بهذه الطريقة الآن أحبة الأكارم لدينا الآية 31 اسمحوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله هنا صلة تفيد أن نوصل أولا مع جواز الوقف راح أكمل الآن أقرأ إلى ظهورهم بنفس واحد وانتبهوا وإن شاء الله نقدر أنا وأنتو أن نقرأها بنفس واحد بس إيش نأخذ النفس الانفجاري الآن لأنه شوية طويلة حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطَنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ جيم جواز الوقت في ظهورهم شفتوا أريد منعدكم الآن كل واحد يقراها بنفس واحد ويجيب المدود اللي هي مجاعز منفصل واجب وتنطيها حقها وبالتحقيق ما تسووا لي شغلة ولا تقرأ ليها بالحذر وانجبتها لا بالتحقيق زين وبعد ذلك بعد هذه الظهورهم أَلَا سَأَمَا يَزِيرُونَ واضح؟ قرأنا الآن الآية نجي الآن نشرحها قودي خو قودي خو أَلْقَافُ مُفَخَّمَة مَرْتَبَة ثانية مفتوحة لا تقول قودي لا تكوّر الشيفاء الدال ساكنة مقلقلة في وسط الكلام لماذا؟ لما قرأتها على حضراتي قودي خو يعني مربوطة بخسيرة عرفتم فجاءت في وسط الكلام ما رح أقف عليها قودي خسيرة لا قودي خسيرة ولما تكون الدال مقلقلة في وسط الكلام أو في الآخر يعني يجب أنه لا أقف على المخرج وأمسكها أقول قد خسيرة قد خسيرة أنا أشرح لكم الأخطاء حتى أنه كلكم أو بعضكم يسويها حتى يتخلص من عدها إيش أعمل أدي 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 قادي خا قادي خا قادي خا قادي خا قادي خا ليش أنا ربطتها بالخا حتى أعرفك أشلون تخلص نفسك بسرعة من أن تمسك الدال قادي خسيرة ولا أفكور الشفاء في القاف ولا في الخا خسيرة انتبهوا أرجوكم لا إعمال للشفاه في نطق حروف الاستعلاء السبعة المفتوحة أو المفتوحة بعدها أليفة التي هي خصة ضطن قض خا خسيرة مفخمة مرتبة ثانية سيرة كسر السين لا تختلص الكسرات را الذين الراء مفخمة لأنها مفتوحة الذين آه لا تقول خسير رو الذين ليش كورتها هي مفتوحة خسير الذين الذين هذا خطأ ألا من صفاتها ماذا الرخاوة لا 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 ليس الرخاوة ماذا البينية إذن يجري فيها صوت فترة سمنية بسيطة فأنت ليش سويها رخاوة إذن ألا هكذا ذين ما أنه تقول الذين كذبوا على أساس أنه أنت الذين كذبوا يعني عندك حماس بالآية وافتهمت الآية وكذبوا فهذول قد خسر الذين كذبوا لا تنبر ليها ما عندي نبر هنا لا تتكى على ذلك الذين كذبوا الذين كذبوا الذي كسرت الذال يا ساكنة بعدها ما الطبيعة حركتين كذبوا شوف الذال اللطيفة المذبذبة ذبذبة شوف يعني الذبذبة بيها الشكل الذبذبة كذبوا من غير هواء لا يجري فيها الهواء لا قل كذبوا غلط دير بالكم ما من أحرف حثة وشخص سكات كذبوا شوف بو مش بو البعض يقول بو بابي بو كذبوا ونضم الشفاء فيها وهو ساكنة قبلها ماذا قبلها باء مضمومة من طبيعة حركتين بي لقاء دائما الباء المكسور العربي تذكر صوت البيل الإنجليزي A B C D A B بي لقاء بي لقاء ها ركزنا ما اختلسناها بهذه الطريقة ألقى فهنا مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف وجدت مع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة في كلمة بي لقاء إذن مد واجب متصل يمد أربعة وخمس حركات لا تقول بي لقاء بي لقاء لا تكور الشفاء بي لقاء الله مكسور الهمزة إذن قبل اسم الجلال الله ترقق اللام ما أنا أجيبها ممالة بي لقاء الله غلاط الله يرضى عنكم الله جل جلاله العظيم اسمه فيه عظم وإن كانت اللام مرققة بي لقاء الله واقف هكذا بها ساكنة يجري فيها الصوت رخا ويجري فيها النفس مهموسة وباهتزاز الأوتار الصوتية بي لقاء الله والألف تفخم تبعا لي القاف ماشي حتى ما الطبيعي لكن راح يتحول المد الطبيعي إلى مد جائز منفصل ليش يا حزركم لأن جاء بعدها همزة إذا إذن يمد حركتين من طريقة طيبة حتى إذا شاطبية حتى إذا بس بسهولة إذا كسرت الهمزة ما تختلصها ما تقول لي إذا لا إيه إذا ألف ساكن قبل هذا المفتوح ما الطبيعي حركتين جاءتهم هنا أيضا أن اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة مد واجب متصل وفيها تاء ساكنة فيها همس نطيف جاءت مو جاءت الساعة لا لا تم الألف جاءت بس أنا أبين لك حتى قبل الأقول هم جاءتهم حتى لا أقول جاءتهم لا عندي تقليل للتاء الساكنة المهموسة ولا للكاف الساكنة المهموسة وليست من حروف القلقلة فننتبه بارك الله فيكم جاءت إذا كانت صعبة عليك هذه الكلمة تقول جاءتهم لا اترك هم بس اقرأ جاءت جاءت جاءتهم لاحظتم الآن هم الساعة هم مش هم فانتبه جاءتهم الساعة اللام في الساعة شمسية لأنه السين مشددة بعدها السين صفير الساعة وجريال الصوت والنفس رعات نضم الشفافة التالي المربوطة بغتة با مرقق غين مفخم يجري فيها الصوت الغين لا يجري فيها النفس لأنه مجاور للخاء والخاء فيها جريال للصوت والنفس فحثوا شخص سكت فإذا أنت أجريت الهواء في الغين راح تشممها خاء وهذا خطأ إذن بغتة بغتة لازم تجيب التفخيم مرتبة رابعة لأن ساكنة ولا تكوير الشفافة تقول بغتة لا بغتة 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 بهذه الطريقة صفيناها الله تعالي يرضى عنكم زين وعندك تنوين فتح جاء بعدها قاف إذن اخفى بغنة مفخمة مرتبة أولى لأن قاف مفتوحة بعدها ألف بغتة تتتتتتا مرقق ركز كم مرة عادتها حتى لا يقول بغتة لأن راح تجيب القاف المفخمة فاركز لي عليها بغتة قالوا بس الغنة مفخمة واضح وتفخم لي الغنة وتفخم لي القاف ما تفخم الغنة وتجيب لي بعدين قالوا بغتة قالوا أو أنه ترقق الغنة وتفخم القاف بغتة قالوا هكذا يحدث البعض إذن ركز بغتة قالوا لاحظتم الآن لازم ترفع لأقصى اللسان وأنت تأتي بالغنة قالوا مفخمة مرتبة ماذا أولى مفتوح بعدها ألف لا تكور الشفاء قالوا 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 متفخمة الألف تبعا للقاف والألف ساكن قبلها قاف مفتوح ما الطبيعة حركتين لو مرققة واو ساكنة قبلها لا مضموم ما الطبيعة حركتين قالوا يا ألف ساكن يا ساكن قبلها يا مفتوح ما الطبيعة حركتين حس راتنا شوف السين الساكنة الحرف الساكنة تتجلى الصفات صافير جريان صوت جريان نفس حس راتنا بين الحسرة يا حسرتنا رام وفخمة لأنها مفتوحة تانا ألف ساكن قبلها نوم مفتوح ما الطبيعة حركتين على ألف ساكن قبلها لا مفتوح ما الطبيعة حركتين يا حسرتنا لا تقول يا حسرتنا إيش حسرة هذه هذا ما محسرة هذا أم كيف يا حسرتنا على لا حسرة يا حسرتنا على ما فرطنا ما ألف ساكن قبلها مين مفتوح ما الطبيعة حركتين ألفاء مراققة فدربالك تقول فرطنا لأن را مشددة بفتح مفخمة والطا مفخمة مرتبة رابعة مقلقلة فممكن تقول فرط فا ما عندي فا عندي فا في فو أف ف فرطنا والرائج المشددة دائما يصير عند البعض إما أنه راح يقول فو 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 طنا فو طنا ما أكو قرع للرائل لأنه سحب رأس اللسان شوية ودخلوا لي جوا ما يقرع عند ماذا عندما كان القرع التكرير فرط جيبها هنا لسانك إذن إحنا راح نجيبها الآن فر فرط طنا والطا لازم مقلقلة مفخمة قلقلة صغرى في وسط الكلام ما تمسك الحرف فرط غلط أبد أط أط فرط فرط وتعطيها التفخيم مرتبة رابعة نا ألف ساكن يعني طبعا مرقبة ما فرط لا نا نا ما فرط نا ألف ساكن قبلها نون مفتوح ما الطبيعة حركتين بترقيق النون ما تفخم لها بسبب الطا فيها كسرة الفا بعدها يا ساكن ألف ساكن قبلها مفتوح مدود طبيعية فيها فيها شوف فيها مش فيها 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 شوف الصوت الاختلف فيها مش فيها أرجوكم قارنوا بين الصوتين وهم الله تعالى يرضى عنكم الها مضموم وهو وهم مظهرة وهم يحملون البعض يقرأها يحملون ليش يا بلد هذا التجني على الحال لا تشحطوا الحال الله يكرمكم نحن مثل ما قلتها يحملون هكذا الحال اللطيفة الرقيقة هي فحثوا شخص السكت يجري فيها الهواء بس ما أخلي الهواء يجم عليها حتى أطلع شخص يحملون يحملون لا يحملون ميلون كسرة الميم لو مش يعني اطلع لغنى في الواو يحملون لو لو لا لو 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 من غير غنى نضم الشفاء جيدا إلى الأمام نضع ناس اللسان في المنطقة اللحمية نرفع عقص اللسان أسفل الثانية السفلة طبعا ونرفع عقص اللسان وأنا قافل يحملون شوف نا أوزارهم واولين أوزارهم ليش ما هذه واولين أنا حكم النظري عندي واولين بليونة وسلاسة وأنا جقرأ أوزارهم ليش أوزارهم أوزارهم زا مش زارهم زين يحملون أوزارهم ألف ساكن قبلها زاي مفتوح من طبيع حركتين الرأو مفخمة لأنها مفتوحة لا أفخمهم أوزارهم أوزارهم هكذا بهذه الطريقة الرأو مفخمة لأنها مفتوحة ميم مظهرة أوزارهم على هكذا نسمع ميم مظهرة على ألف ساكن قبلها لا مفتوح من طبيع حركتين ظهورهم أضاء من أحرف الاستعلاء مفخمة هنا مرتبة ثالثة لأنها مضمومة ولا أسحب عفوا ولا أسحب يعني التفخيم الضاء إلى الحروف ظهورهم لا ظهورهم ظهورهم ظه مش ظه فانتبهوا لا تفخموا اله ونظم الشفاء فيها وأكسر الرأ ورأ مراققة لأنها مكسورة ري ريهم كسرة اله ونقف ميم مظهرة وفي الوسط أيضا مظهرة ظهورهم ظهورهم ألا ألا هذه ألف ساكن قبلها لا مفتوح من طبيع حركتين ساء اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة مد واجب متصل يمد أربع أو خمس حركات من غيري أنه أنا أميد ساء لا ساء ما يزيرون غلط هذه إيمالات للألف فنتبه الله تعالى يرضى عنكم أيو الله الله يرضى عنك يا عمرين جزاك الله خير بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله عفوا أحبتي الله تعالى يرضى عنكم الله يهنيكم ويعطيكم حتى يرضيكم ويجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وولئك رفيقة ويجعل هذا كله في ميزان حسن هذهكم وكل ما تتعلمون به وتعلمون إن شاء الله تعالى إذن ساء هذه مد واجب متصل اجتمع حرف المد والهمزة في كلماتين واحدة ما يزيرون ألف ساكن قبلها أي ساء الذي يزيرون لا تقول لي ما يزيرون أي لا يزيرون فأنت ساء ما يزيرون أي ألا ساء الذي يزيرون تنطينيها الذي كأنه هذه إيش موصولة حتى ما تقول لي لا يزيرون لا انتبه زين ألا ساء ما يزيرون زين ما يزيرون ما يزيرون تبهتم ألف ساكن قبلها مين مفتوح ما الطبيعي حركتين يزي كسرت إزاي الراء مفخمة لأنها مضمومة واقف بنون ساكن على مد العرض للسكون من غير أن أسحب الواو إليها يزيرون غلط ضميت الشفاء فلازم أخلصها يزيرون هكذا بهذه الطريقة الآن أحبة الأكارم نجي إلى الآية 32 عندي علامة صلة ولهو وعندي علامة الجيم يتقون فنقرأ الآية كلها مع هذه الوقفات وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أحطوا جيم يتقون جواز الوقف له صلة تفيد أن الوصل أولى مع جواز الوقف هنا وما هذه ما الطبيعي لكنه رح نعذف هذه الأليف لمنع التقاء الساكنين مع لام الحياة فصير وَمَل شوف مَل رأسا ميم مَا إلى لام الحياة القمرية ليش لأنه بعدها الحام متحرك فتكون القمرية وجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة من أحرف التوسط للعمر أحرف القمرية هي ابغي حجك وخف عقيمه وهمزة وصل فصارت وَمَلْحَ وَمَلْحَ انطعت البينية للهم بعدين الحياة ألف ساكن قبلها ماذا ياء في مفتوح مالطبيعي حركتين تُو الحياة الدنيا نعطي الضام كامل الدنيا لا مشمسية لأنه بعدها ماذا دال مشدد حرف مشدد والدال شديد مجهور والنون مع الياء حكيت معاكم قلت لكم هذا إظهار مطلق لا يوجد إضغام في كلمة واحدة نون ساكن بعدها فإذن الدنيا مش الدنيا فانتبهوا لا يوجد إضغام في كلمة واحدة الإضغام يكون دائما في كلمتين عندك حرف المد الدنيا جاء بعدها همزة اللام مد جائز منفصل الدنيا إلا ولا تطيل جريان الصوت في اللام جبت المد اللي هو مد جائز منفصل وأخذك الواهس وأنت رأي تمسك لي اللام الدنيا إلا غلط الصحيح الدنيا إلا لعب هذا الشيطبية الطيبة الدنيا إلا لعب لاحظتم الآن ولا تطيل جريان الصوت في اللام المشددة إلا غلط الصحيح إلا ألف ساكن قبل هلام مفتوح ما الطبيعة حركتين لعي كسرة العين لعيب وتنوين وضم جاء بعدها هواو ولهو هكذا ماذا رح يصير عندي تنوين ضم جاء بعدها هواو إضغام بغنى وأضم الشفاء لعب دائما أقول لكم النون الساكنة أو التنوين مع الواو لا تجعلوا هواو صافية النون الساكنة والتنوين مع اليا لا تجعلوا يا صافية لعب ولهو هكذا صارت ماذا هواو صافية إذن لعب لعب ولهو شوف الها ساكنة فراح اهتزازا لو تار الصوتي يكون واضح الصفات تتجل في الحروف الساكنة رح أقف ماذا على واو أيضا رح تسكن فراح رح أقول ولهو ما أقول ولهو ولهو أنا لا أقف أضم لها لها ساكنة فتريد تقف أنت فهذا أفضل تمرير كيف تقف أنت ها ساكنة وبعدها واو وهذه الواو ستسكن ولهو ولهو هكذا الله يرضى عنكم تدرب عليها جدا هتلا قل ولهو ولهو حركت الهاس ويتضم إذا استمرين ولهو ولدار لأنه تنوين ضم على الوا وجهة بعدها ولدار عفوا ولدار أفوا ولدار فيصير عندك اتغام بغنة ولهو ولدار لاحظتم الآن هذا في الوسط ولدار شوف كيف أنا رأسا انتقلت إلى الدار لأنه ستكون هذه اللام شمسية ولد ولد ولغيت كأنه هذه اللام الموجودة بالوسط ولد 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 دار والدار شديدة مجهورة ألف ساكن قبلها دار مفتوح من طبيعي حركتين رو مفخمة مضمومة الأخرة اللام قمرية في الآخر لأنها همزة متحركة الهمزة ابغي شوف ابغي حجك وخف عقيمه ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لأن عمر ألف ساكن قبلها همزة مفتوح ما تبدأ الحركتين خي هذه خام مفخمة مرتبة أخيرة خامسة ما أجيب ليها مرق خي 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 لا خي ولد دار الأخيرات را مفخمة للمفتوح ما الأخيرات لا تفخم التاء المربوطة لمجاورتها للراء ولد دار الأخيرات خير الخامسة مفخمة هنا مرتبة ثانية يأب يلين بعدها ساكنة قبلها مفتوح ما تقول خير للغلط خير خير لل خير هكذا بليون وثلاثة رن تنوين ضمن مفخمة الراء رو اقرع الراء جيدا وبعدها لام يدغم بغير وغنة انظر كيف روسي ما تشد فراح يصير كانوا عندي لا مشددة لا مشددة خير لل هنا لا أمسك هنا يبين عندك عدم المسك انه تقول خير لل الذين غلط انتبه الصح خير لل الذين بهذه الطريقة ولا تنبر للذال للذين لا مهي تقول للذين يا ساكنة قبلها ذا المكسور ما الطبيعة حركتين يتاقوا يتا مش يتا 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 القافه مفخمة مرتبة ثالثة مضمومة واقف على نون ساكنة ما أسحب ضمة الواو عليها وماذا عرض السكون رح يصير يتاقون هكذا ما أسحب ضمة الواو إلى النون واضح أفلا أتيم الحركات ألف ساكن قبلها لا ما الطبيعة حركتين هذه أول عين ساكنة تأتينا في هذه الصفحة الرباعيات تنزل إلى وسط الحل تحس بالزعاج في المخرج كأنه عم تبلع شيء يجري فيها صوت وفترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط طيلين عمار تعقيلون حتى لا أقول تعقلون أو تعقلون همزات أو تعقلون عايمة فإذن تعقلوا تعقلوا ألقافوا مفخمة مرتبة أخيرة خامسة ما أجبها قي لا تعقي قي قيلوا لو لو ما تفخم عفوا ما تطلع لغنى في الواو لون غلط تعقلون كلما أنت ضميت الشفاء إلى الأمام جيدا وضعت رأس اللسان في المنطقة اللحمية سفلة الثنية السفلة رفعت أقصى اللسان قليلا قفلت الفتحتين ما الأنف أنت راح تصف عندك هذه الواو وما يصير فيها غنى واتقف ذنون ساكنة ما تسحب لضمة الواو عليها تعقلون غلط تعقلون هكذا بهذه الطريقة والآن أحبتي لدي الآية ثلاثة وثلاثين قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لاحظتم كيف وقفت على يقولون لأنه لدي علامة الصلة في دون الوصل أو لمع جواز الوقف هنا وأرجع أخذ نفس جديد وأنا مرتاح بحيث أنه أنا جعلت الآية مقطعين وأنا أقرأها براحة قد نعلم هذه أيضا القاف مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة ما أكور الشفاء أقول قو لا قو قد أدال مقلق لقلق لصورة مرتبطة بكلمة نعلم فإذن ما أمسكها ما أقول قد نعلم قد نعلم لا قدنا قدنا قد نعلم والعين والساكن هنا هذه المرة الثانية تأتينا فيها مثل بعد كلمة تعقلون يجري فيها صوت الفترة الزمنية بسيطة انزل إلى وسط الحلق عميقة العين العربية الفصيحة تحس بانزعاج في المخرج وكأنه عم تبلع شيء نعلى نعلى بهذه الطريقة حتى لا تقول نعلم البعض يخرجها كأنه همزات أو نعلم عيمة أو نعلم يقلق لها إذن لا قلق لها ولا عيمة ولا همزات الله تعالى يرضى عنكم نعلى نعلى وأعطيها البينية نعلم نضم الشفاء فيها إنه كسرت الهمزة وجاء بعدها نور مشددة يعني غنى أكمل ما تكون وممكن أنه الواحد ماذا يفعل يختلص هذه الكسرة يقول إنه إنه أو يمطها إن غلط لا مط ولا اختلاس إي إن بس إن بس إنه هكذا النور المشددة لدي مدصلة صغر حركتين مع ضم الشفاء إنه لا يح شوف لا يح والحاء رقيقة لطيفة هذه المرة الثالثة تأتينا في هذه الصفحة فانتبهوا لا يحزنوك البعض يقول لا يحزنك لا يحزنك لا تجعلها هكذا بإخفاء لأنه ستسكن النون فسأتي لدي إخفاء مع الكاف هي زونوك زونوك لا يحزنوك انتبهوا فيها بالضام زاينون الذي هذه اللام اسمية مدغمة مراققة لا أطيل جريان الصوت فيها لا يصير رخوة الذي غلط بس ولا تنبرلي الذي يقول لا الذي الذي هذه ساكنة قبلها ذا المكسور مطبئة حركتين يقو مش يقو لا تفخم الياء لمجاورتها للقاف المفخم مرتبة ثالثة مضموم فتقول يقو غلط يا يا صح مراققة يقو يقولون هكذا أنا خلصت الياء من أن تفخم بسبب مجاورتها للقاف قاف مفخم مرتبة ثالثة واو ساكنة بعدها مطبئة حركتين واو ساكنة قبلها لا مطبئة حركتين لكن راح أقف بصلاة فصير مدعرض للسكون مع نون ساكنة من غيري أن أسحب ضمة الواو اللون غلط يقولون هكذا بهذه الطريقة فإنهم هذه الهمزة المكسورة أيضا لما جاء بعدها النون المشدد فأن البعض يقول فإنهم فإن هذا اختلاس للكسرة إذن لابد لي أن أتم الكسر فإي فإن هكذا بهذه الطريقة ولا أم بعض يمطها فإن هذا أيضا خطأ فإنهم النون المشدد الغنك من ما تكون هم نضم الشفاء فيها والميمو مظهرة هم من غير تكبير قطرة تكوير حتى لا تفخم فإنهم إذن فإن هم هم مظهرة أعطي المجال أجيب المخرج الشفاء والخيشومي فإن هم لا ألف ساكن قبلها لا مفتوح ما الطبيعة حركتين يكذبون كنتين من الحركات لكن رح يركزدي على الذال أجيب الذبذبة من غيري أن أخرج معها كمية من الهواء يكذبون غلط يكذي يكذبون والبعض يقول بونك لا بو بونك واو ساكنة قبلها نون مضمومة ما الطبيعة حركتين نك نك ولكن شوف الكي ولا ألف ساكنة قبلها لا مفتوح ما الطبيعة حركتين كي كسرة الكاف نون مشدد غلنك من غير نبر لا تنبر النون المشددة لا تنبر المم المشددة ولكن نظالمين هذا القصد نظالمين البعض يقول شون النبر هذا النبر نظالمين الصحيح ولكن الظالمين من النون الثانية إلى الظالمين لأن لديهم همزة وصل اللام شمسية ليش اللام شمسية لما جاء حرف المشددة بعدها الظ وظا مفخم مرتبة أولى مفتوح بعدها أليف وأعطيها استقرارية الله من غير إخراج هواء معها ما من أحرف حتى وشخص سكت ليست مهموسة تقول لي الظالمين الظالمين لا الله 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 ولا تقول الله الله طيب هي مفتوحة منين جايب لي هذا كبير الشي فأنت الله لا الظالمين تفخم الألف تبعا للظ ألف ساكن قبلها ض مفتوح ما الطبيعة حركتين لي مين كسرة اللام والمين وطبعا رح يكون عندي ما الطبيعة حركتين يا ساكنة قبلها مين مكسورة الظالمين بي كسرة الب بي سي اي بي سي بي بي آيات صوت البي الإنجليزي بي آيات لما أقول لكم صوت البي الإنجليزي أنا ما لي علاقة بالحروف الإنجليزية لكنه أنت أكيد من تيجي تقول أي بي سي دي إي حتى أقرب لك الصورة حتى تجيب لي البا لأنه البعض يقول الظالمين بي آ بي آ بي آ حركتين بي 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 آ كسرة الت قبلها بعدها اسم الجلال الله ترقق اللام من غير أن أمين الألف أقول بي آ ي لا غلط بي آ ي هكذا الصح بي آ ي كسرة الت ولا تخترس الكسرة بي آ ي ي ي حد شوف في كلمة ي ي ي ي ي الج مقلقة لقلقة لصورة في وسط الكلام لا أمسكها لا أقول يا جي حدون هذا مسك فانتبهوا بارك الله فيكم يا جي حدون هكذا هو الضرب للمخرج والهروب يا جي حدون نضم الشفاء فيها ولا عمل غنة في الواو يا جي حدون غلط يا جي حدون ولا أسحب ضمة الواو إلى النون وحجات لكم على كيفية التخلص من الغنة في الواو أضم الشفاء جيدا إلى الأمام أضع رأس اللسان في المنطقة اللحمية أسفل الثناية السفلة أرفع أقصى اللسان أقفل فتحتي الأنف بالسبابة والإبهام وأنا أقولها وإلى أن أصفيها لما تتحس أنه هرالك هذا تخلص منه وتسوي هالشكل بحلقك ولسانك إلى أن تضبطها أنت الحكم على نفسك بأنه أنت تتخلص من الغنة أعطيتك الميكانيكية فأشتغل عليها الآية أربعة وثلاثة الآن شوفوا كيف رح نقراها ونقف عندي على كلمة نصرنا جيم جواز الوقف ولا مبدل لكلمات الله اسم جلال هنا جيم جواز الوقف يعني رح نقف وقفتين ونقراها فنأخذ أول شي النفس الطويل لأنه شوية المقطع الأول رح يكون شوية طويل مش كثير وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَو وَلَا مُرَقَقَو مُفَخَّم مرتبة ثانية نفتوحها دال مقلقة لقلقة لصغرى مثل ما مرت معنا قد نعلم إذن هذه الدال ما أمسكها وَلَقَدْ كُذِّبَتْ هذا غلط لا تقف على الدال لا تقف على المخرج تضرب المخرج وتهرب ولا تكور الشفاه في القاف وَلَقُو غلط وَلَا تُفَخِّم الْوَا وَلَا وَلَا قَادِكُو هكذا كُو مش كُو كُذِّبَتْ لا كُو كُذِّبَتْ لا تسحب لي الكاف ضمة الكاف إلى الذال الأولى كُذِّبَتْ مش كُذِّبَتْ شوف نطقت الذال الساكنة أنا والشفاء مضمومة بضمة الكاف الله يرضى عنكم هاي الغاية من هاي الدروس احنا ليش قاعدين الآن نتعلم نتعلم حتى أنا أخلص الحركات أخلص التفخين من المرقق أتم الحركات هذه دقائق ألم تشهد تجويد بحيث أنه هذا هو التغني حتى تحبر القرآن تحبيرا أخي المسلم أختي المسلم الله تعالي يرضى عنكم زين يعني صحيح المحاضرة طويلة لأنه عم نشرح احنا كتاب الله ألا يستحقوا منا كتاب الله عز وجل أن نجلس ونتعلمه حرفا حرفا تشكيلة تشكيلة حركة حركة زين ألا يستحق بنا هذا الله يبارك فيكم إنه كلام الله فلازم احنا ننتبه جدا ونعطي هذه الأهمية والأولوية وخيركم من تعلم القرآن وعلم هذا هو تعلم القرآن يبدأ بتعلم بتعلم نطقه بطريقة صحيحة ثم بعد ذلك ندخل إلى التدبر والتفسير والتأمل والغوص في آية الله ومعرفة كنوزه الله تعالي يرضى عنكم زين كذبت إذن لا أسحب ضمة الكافلة الذال أقول غلط كذبت غلط غلط كذبت لا الصح كذبت والذال شديدة عفوا يعني مشددة فأجيب الزبذبة كذبت والتأ ساكنة مهموسة في الوقف والوصل كذبت رسول كذبت رسول هاي قلقة لا هاي قلقة لدربالكم أو كذبت رسول هذا مبالغة في الهمس كان يطلع صوت للسين فانتبهوا بارك الله فيكم إذن كذبت كذبت رسول روس روس دائما أذكر هذه الكلمة أنه الرأى مفخمة لأنها مضمومة والسين مراقق ساسي سو فما قل روس لا أجعل السين صاد فانتبهوا مع ضم الشفاء الرأى تقرع ومفخمة مضمومة روس روسول لون تنوين ضم جاء بعدها ميم ادغام بغن شوف الشدك في رسول ما تعلن الميم ثم نون مين بعدها قاف إخفى قبلك إخفى بغنة مفخمة مرتبة ثانية ليش ثانية مفتوح القاف إذن غنة مفخمة بمرتبة ثانية روسول من قبلك من قبلك من قبلك مو من قبلك غنة مراقق غنة مراقق غنة مراقق تجيب لي غلط من قبلك من قبلك لا قبلك من قبلك والباء مقلقة لا تكور الشفاء في القف من قبلك والباء مقلقة لقلقة صغيرة في وسط الكلام لا تمسكها قبلك لا تقف على المخرج في القلقة لا عند حروف القلقة للقطب جد القف والطاء والباء والجيم والدال لا تقف على المخرج رأسا تضرب المخرج بسرعة وتهرب البحث يقول فاصابروا ليش فخمت الفاذ مجاورتها للصاد هو محاس فاصابر الصاد مفخم مرتبة ثانية الجمهور صفير هذه حصلت ما بين الصاد والرائق فما تقول فاصابر فاصابر خلصت البامين أن تفخم خلصت الفامين أن تفخم الرأو مفخما لأن مضمومة وهو ساكن بعدها ما الطبيعة حركتين فصبروا على ألف ساكن قبلها مفتوح ما الطبيعة حركتين فصبروا على ما كذب عفوا كذبوا الكافو مضمومة أيضا لا أسحبها هذه كذبت مثل ما قلت لحضراتكم أنه ذال ساكنة في الذال المشددة كذبوا مؤقل كذبوا كذبوا غلط أنت دمرت الذال الساكن أنت ضميت الشفاف في حرف ساكن أنت أعطيت حرف ساكن في القرآن حركة ليس موجودة إذن كذبوا بهذه الطريقة بو مراققة وهو ساكنة شوف وجاء بعده وهو متحركة تحول ما التمكين كذبوا وأوذوا كذبوا وأوذوا وهو مدية في كذبوا وهو متحركة في وأوذوا صار عندي ما التمكين وأوذوا ما تبدل وهو ساكنة قبلها همزة مضمومة ما تبدل حركتين ذو وهو ساكنة قبلها ذال مضمومة الطبيعة حركتين انتبه كذبوا وأوذوا حتى تعطيها حرف هذه حقها الله تعالى يرضى عنكم مع ضم الشفاف دائما عندك قاعدة فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بيتضم يكون محققا أيها المعلم حتى أتاهم هذا متجائز منفصلين حتى ما الطبيعي أتاهم جاء بعدها الهمزة صار متجائز منفصل قرأتها بالشاطة بأربعة خمس حركات الآن الطيبة حتى أتاهم هكذا بقصر المنفصل من طيبة حركتين أتاهم ألف ساكن قبلها تا مفتوح ما الطبيعة حركتين هم هذه هم وليس هم أتاهم أتاهم نصرنا مين مظهرة سمعتوها؟ أتاهم نصرنا وأظهرنها عند باقي الأحرف وحذر لدى وفاء تختفي نصر شوف البعض يقرأها نصرنا هي النون مراققة ليش تفخمها؟ والله لأنه أصاد لا 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 أصاد مفاخمة مرتبة رابعة ساكنة فيها صفير ويجري الصوت فيها والنفس لكنه لا أنا أأثر على النون نا نا نصرنا ولا أقول نصرنا البعض مع الأسف التصل بي ويقول أنه قال لي أحدهم أنه لابد لي أن أكوّر الشفاق قليلا حتى أنا أجيب تفخيم الصاد وأقول نصرنا الصابرين قال ولا يأتي الصفير لا يأتي إلا إذا شوية أعطي التكوير للشفاق وهذا خطأ جملة وتفصيلة نصرنا نصرنا الصابرين ها سمعتم الصفير ولا لا نصرنا زين رأى مفاخمة لأنها مضمومة واقف علامة طبيعي ألف ساكن قبلها نون بعلامة جيم نون مفتوحة طبعا جيم جواز الوقف ولا مبدلة لكلمات الله الآن أحبتي ولا ألف ساكن قبلها لا مفتوح ما الطبيعة حركتين مبدلة الدال دائما أعرف أنه شديد مجهورة مبدلة لكالي لا 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 ولا مبدلة لكلمات بس اتم الحركات ما تقول لكالينات لكالينات الله لأنه تا مكسورة فأنت اللام من اسم جلال الله ترقق وأنت تجيب ليها ممالة هذا تفهم على أساس أنه هكذا لكالينات الله لا غلط الصحيح لكلمات الله لكلمات الله تي الله أكسر التاءة جيدا ألف ساكن قبلها مم مفتوح ما الطبيعة حركتين وأقف ذها ساكن في اسم الجلال الله باحتزاز الأوتار الصوتية وجرياني الصوت والنفس لكلمات الله ولا أخلي لها تختفي من عندي ولا قد هذه مرت معنا أنه ما أفخم الوا واللام لمجيء القاف المفخم مرتبة ثانية أقول ولا قد لا ولا ق ولا أكور الشفاة في القاف ولا ق لا ولا ق ولا قد جا شوف الدال مقلقة لقلقة الصورة في وسط الكلام ما أمسكها ما أقف على الحرف مخرج الحرف لكنه أضرب المخرج وأهرب ولا قد جا ولا قد جا هكذا بهذه الطريقة جاء اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة جاء مد واجب متصل من غير أن أنا أمين الألف جاء لا جاء من كسرة المين من نون هنا مع نون نبأي صارت نون مشدد يعني بإضغام بغنة فالغنة أكمل ما تكون من نبأي نبأيل هكذا بهذه الطريقة هذه تكتب ولا تلفظ وكأنه أنا عندي بس همزة مكسورة نبأيل من الكسرة من الهمزة المكسورة إلى لام المرسلين لأن لديه همزة وصل ولام المرسلين لام قمرية لأنه بعدها حرف متحرك الميم المضمومة ابغي حجك وخف عقيمه ميم عقيمه ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لأن عمر نبأ المرسلين والبعض يقول المرسلين شوف كيف نطقت الر مضمومة سحبت ضمة الميم دمرت الحرف الساكن فإذن إياك أن تسحب ضمة الميم إلى الر المرسلين غلط المرسلين والر والتفخيم بينية قرع زين ساكنة قبلها مضموم مفخمة ونقف بالنون الساكنة مد العرض للسكون من غير غنة في الياء التي قبلها أخفض الفك السفلي المرسلين هكذا بهذه الطريقة أسمع النون المظهرة ولان عدنا الآية الأخيرة 35 في هذه الصفحة 131 راح نقرأها بثلاث مقاطع المقطع الأول ينتهي إلى فتأتيهم بآية هنا جيم جواز الوقت والثاني على الهدى جيم جواز الوقت وعدينا المقطع الثالث فلا تكون لنا من الجاهلين فانتبهوا وناخذ نفس الآن عميق وانفجاري لأنه راح يكون المقطع الأول طويل وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآيه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وإن كان هذه الهمزة أشوف مكسورة جاء بعدها ماذا؟ نون ساكنة بعدها كاف يعني إخفاء فممكن أن هذه الهمزة المكسورة أنا أختلصها وإنك وإنك لا غلط أو وإنك أمطها غلط إذن أنا بس أعطيها حق الكسر وإي وإنك وإنك نون كاف أذهبي لما أخرج الكاف وإنك شوف اللسان ما أقول وإن هذا إظهار وإنك وإنك بهذه الطريقة ألف ساكن قبلها كاف مفتوح ما الطبيعة حركتين كابو كابورة ما تقول لي كابورة تفخم الباء فانتبه كابو كابورة بهذه الطريقة أنا رققت الباء فلا أفخم لمجاورتها للراء المفخم مفتوح كابورة كابورة وقرع الراء جيدا عليك يا أولين ما تقول لي عليك لا عليك بهذه الطريقة إعراضهم الهمزة مع العين شوي فيها صعوبة لأنه الهمزة أقصى الحلق والعين وسط الحلق فلازم الانتقال يكون سلس من أقصى إلى الوسط والعين الساكنة في كلمة إعراضهم وفي كلمة استطعت هذه الساكنة يعني تتجل الصفات في الحروف الساكنة لازم أجيب البينية أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط للعمر وأن أنزل إلى وسط الحلق حتى أجيب العين العميقة العين العربية الفصيحة عميقة وأن أحس بانزعاج في المخرج وكأنه عن مبلع شيء زين؟ فإذن إعراضهم ما أقول إعراضهم قلق لأو إعراضهم كأنه همزة أو إعراضهم عيمة أو مثلا تقول استطعت قلق لأو استطعت هكذا هكذا صارت عندك أنت عيمة العين فننتبه إلى أنه أنا أجيب البينية والعمق إعراضهم استطعت بهذه الطريقة زين الآن الراء في كلمة إعراضهم مفخمة لأنها مفتوحة وتفخم الألف تبعا للراء بعدين الضاد مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة والضاد لا نقول لها ظهم ظهم شوف اللسان لا غلط لازم أنا وين لازم نحدى حافتين اللسان أو الحافتين مع ما يحادي من الأدراس العليا إعراض ظهم ظهم وليس ظهم فانتبهوا بارك الله فيكم نضم الشفاء فيها ولا أفخم الها والميم إعراضهم غلط إعراضه إعراضه ظهم مراقق الها والميم والميم ومظهرة خاصة جاء بعدها فإن الله يرضى عنكم ركزوا واحذر لدواوين وفأن تختفي إعراضهم فإن فإن كسرت الهمزة نون فإن كسرت النون فإن من النون إلى السين لأن لديها همزة وصل استطعت إذا بدأت أنا أبدأ بهمزة قطع مكشورة للاختبار فانتبهوا فإن السين جريان للصوت والنفس والصفير والتأ جاورت الطا فممكن أن نجعلها ماذا إصط إص إص صارت السين صاد والتأ صار إصط إصط غلط إست إست ط إست ط إست ط إست طاعت فكك مثلي هكذا وبعدين نركب فإن إست طاعت بهذه الطريقة والعين حكيت عليه لما حكيت على عين إعراضهم أنت بتغينون مع التائخ ف ما تقول لي أنت بتغي هذا يظهر إذن أذهب إلى مخرج التأ أنت أنت بتغي والباء مقلق لقلق لصورة في تب تغي في وسط الكلام ولا أمسكها تب تغي لا تقف المخرج هكذا غلط تضرب المخرج تب تب تغي وألغين مفخمة مرتبة أخير لنا مكسورة وأجيب تفخيمها فهي وإن تكن بأدنى منزل المكسور فخيمة قطعة من المستفلة يا ساكن لا عفو يا متحرك هذه تب تغي نفق بهذه الطريقة يا مفتوحة نفق نون فمرق قاف مفخم مرتبة أولى مفتوحة بعدها فما قل نفق لا نفق ولو كور شف نفق لا نفق شوف وين تنوين وفتح جاء بعدها فإذا باطل الشف سفلة ثنايا العليا وبنغير إغلاق للشفاء لا تطبق الشفاء حتى لا تخنق الغنى فصير نفق في شوف نفق هذا غلط هنا الطبقة نفق في نفق في مرتاح أنا بالغنى في يا ساكن قبلها فامك سور ما طبيحة حركتين لكن راح نلغي هذه الياء نحذف هذه الياء ملعا الالتقاء الساكني مع لام الأرض فصير من الفائل إلى اللام القمرية ليش قمرية بعدها همزة متحركة وهمزة وصل إذن في وعطيها البينية لام القمرية زين الأرضي وراء ساكنة قبلها همزة مفتوحة تفخم لا فخم الهمزة في الأو لا في الأ في الأ في الأر في الأرضي والراء بينية فخم قرع بينية فخم قرع زين الراء الساكنة تتجلص صفات بالحروف الساكنية هي بينية تفخيم قرع تقرع الأرضي والضاد مفخمة مرتبة أخيرة مكسورة كما قلت في ضاد الظهم إحدى الحافتين أو الحافتين مع ما يحادي من الأدراس العليا لا تقول الأرضي هذه ضاء الأرضي أو واولين أو سلما واولين ركزني على كلمة سل شوف لام الأولى مشددة لام الأولى ساكنة فماذا أفعل سحبت السين إلى اللام فقلت سلما وهذا غلط غير صوت اللام عندي فلا بد إيش أولا أراعي واولين أو سل سلما سلما لاحظتم الآن لا أسحب ضمة السين ولا أطيل جريان الصوت في اللام المشددة لا أصرخ وسلما غلط تنوين وفتحين مع الفاء نفس ما قلنا نفقا في سلما في باطن الشفاء إلى الثناية العليا باطن الشفاء السفلة إلى الثناية العليا من غير إطباق للشفاء لا تخنق الغنى لا سوي همين سلما في سلما في سلما في سلما في أنطيني شعور الفاء سلما في هذه في يا ساكنة قبلها فاء مكسور ما الطبيع حركتين لكنه رح نحذف هذه اليا منع الالتقاء الساكنين مع علام السماء فصير فسا فسا لاحظتم الآن فصارت عندي ماذا صارت كأنه من الفاء المكسورة إلى السين لأن لديهم تتوصل واللام الشمسية في كلمة السماء بسبب مجيء حرب مشدة السين بعدها فصار في مو في 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 السماء لا في في السماء في السين صفير وأعطيه جريان صوت النفس واجتمع حرف المد والهمزة في كلمة السماء مد واجب متصل ولا أقول في السماء هكذا مائي لا في السماء إيفا هكذا إيفا وأعطيه الكسرة اللمزة حقها فتأتيهم شوف الهمزة الساكنة في وسط الكلام ماذا أقول لكم دائما فكك الكلمة وسويها مقطعين المقطع الأول ينتهي بالهمزة الساكن المقطع الثاني يبدأ بالحرف الذي بعد الهمزة مباشرة يعني فتأ المقطع الأول تياهم مقطع الثاني فتأ تياهم حتى لا تقلقلها تأتيهم أو تأتيهم عدة همزات فإحنا نريد نصفي الهمزة بقفل الأوتار الصوتية وسويها مقطعين وأدرب عليها فتأ تياهم فتأ تياهم فتأ تياهم شوف هيدي هيدي بطيء بطيء بعدين أنا رأسا أجيبها على الوضع الطبيعي فتأ تياهم فتأ تياهم فتأ تياهم تياهم كسرة التا وعندك الها والميم دائما ركزوا لي عدم تفخيمها هم لا هم هم وميم مع الباء اخفى شفوي البعض يقول اطباق والبعض يقول فرجاء ولكل دليله وأن تخذ من شيخك وأنا بالنسبة لي أخذ كما قال الدكتور أيمن هناك اطباق من غير كز فتأتيهم بآية كسرة الباء وعندك في كلمة بآية ما تبدل ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة ونقف بالتاء المربوطة بها إنساك نجيم جواز الوقت يجري فيها الصوت والنفس واهتزاز بالأوتار الصوتية اسمع بآية هكذا بهذه الطريقة أعطيها المجال أما إذا استمرنا بآية ولو نهي بعدها واو أتم الكسر ثم أدخل في الإضغام بغنى مع الواو بآية تي 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 وبآية بآية ولو شوف الغنى لازم يجيب لغنى دائما نقول لكم النون الساكنة والتنوين مع الواو لا تسويوا وصافية بآية هذه واو صافية إذن بآية ولو ولو وهو ساكنة قبلها لا مفتوح شاء اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة مد واجب متصل ولو 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 شاء ولو شاء الله لا 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 ولو شاء الله زين مو شاء لا شاء الهمزة مفتوحة بعدها اسم الجلال الله تفخ من المن اسم الجلال الله لا أفخ من المن LAURA شاء الله الله مألاه لا تكور الشفاء وانت تنطق اللام في اسم الجلال الله الله لجمعهم بهذه الطريقة الله تعالى يرضع عنكم والهام مراققة نضم الشفاء فيها في اسم الجلال الله الله لجمعهم لجمع وهذه الحركات هم مراققة من مظهرة لاجا معهم على شوف من مظهر على هذمة طبيعي ألف ساكن قبلها لام مفتوح لكنه رح نعذف هذه الألف الساكنة منع الالتقاء الساكنين مع لام الهدى فصير من اللام على إلى لام الهدى على الهدى شوف على الهدى الهدى اللام قمرية لأنه جاء بعد حرف متحرك ها ابغي حجك وخف عقيمة ها عقيمة ها اللام قمرية يجري فيها صوت وفترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط للعمر واقف بمد طبيعي حركتين ألف ساكن قبلها دال على الهدى الهدى والنظمة الشفافي لها مع ترقيقها فلا ألف ساكن قبلها لا مفتوح من طبيعي حركتين فلا تكو تكو مش تكو تكو لا تكو تكونا وألف ساكن قبلها كاف مضموم نظمة على الشفافيها ومرققة ومد طبيعي حركتين النون الأخيرة مشددة الغنى كما ما تكون من غير نبرين فلا تكونا مين غلط نبرت إذن الصحيح فلا تكونا مين من غير نبرين وتم الغنى والغنى كما ما تكون مين كسرة المين الجاهلين اللام قمرية لأنه بعد حرف الجيم متحرك ابغي حجكا جيم حجكا وخف عقيمة ما هو اللام إذا كانت قمرية يجري فيها صوته فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط هلين عمر مين الجاهلين شوف اللام مين الجاهلين الجاهلين غلط لا تميل الألف الجاهلين ألف ساكن قبلها جيم مفتوح من طبيعي حركتين كسر الهاء أو اللام هيلي 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 ولا تجعل غنى هيلي غلط هيلي أسمع النون المظهر لما قبل مد العرض للسكون الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بمنه وكرمه من علي وعليكم هذه الدروس المباركة في تعلم القرآن الكريم وهذا فضل محض من الله سبحانه وتعالى علي وعليكم علي أن جعلني في هذا المقام وعليكم أن جعلكم طلبا متابعين ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعني معكم على مائدة القرآن أن يجمعني وإياكم وزوجتي في الفردوس الأعلى وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب قولوا آمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته